الآن تصوير المشهد باستخدم الخطوط المؤدية اللي هو عبارة عن هذا الخط بجرس سيل بيوصل إلى الشجرة وفوقه السحاب الآن اتجهت للمشهد بعدة طرق يعني يكون على تحت بحيث نأخذ أرض قد ما أقدر وفي نفس الوقت برضو يكون في جزء من السماء أو أن تكون موزونة بحيث تكون تقريبا في الوسط الشجرة والسماء متوفرة أيضا لكن في هذه الحالة الكاميرا بشكل أفقي وعفوا بشكل عمودي والتخطي الصورة بهذه الطريقة فهذا كان المشهد لا يحتاج فلاتر أعتقد إلى حد ما لضاءة موزونة بين الأرض والسماء وحكمل الآن على المشهد اللي أصلا أنا متجه له هذا هو المشهد اللي لحظته من الشارع أنتم شايفين هناك السيارة ف الآن بعد طبعا مازلنا على موضوع التصوير بشكل عمودي الآن كلما اقتربت من المشهد بيختلف النسبة أو التناسب بين وبين الخلفية فأنا من اقتربت استطعت أن أجعل الشجرة وراها السماء وليس الجبال وهذا بيجعلها أوضح وحيساعدنا بعدين في أنها صورة تكون تباني بشكل أجمل هذه من الأشياء كمان الجميلة الآن بيستخدم عدثة 85 وشال معاي الشنطة وشال معاي كل أغراضي لأن السيارة بعيدة وها لا تعتبر بعيدة الآن لكن عادة بتكون بعيدة فأكون جاهز خلاص ترجمة نانسي قنقر